تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تعميم التعليم الأولي على مستوى إقليم ميدلت من خلال المشاريع المنجزة والموارد التي تمت تعبئتها لتحقيق هذا الهدف وفي هذا السياق يأتي دعم التعليم الأولي في العالم القروي المندرجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة لتحقيق التكامل مع البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي في سياق خاص كذلك بالتنمية الصحة الأم وطفل خاصة في سنوات المبكرة للنشع الطفل والصحة الأم بالأساس وكذلك من خلال هذا التدخل في مجال الصحة سوف نحسن الوضع الصحي للوحد الناشئة كبيرة على المساوى الترب الوطني خاصة في العالم القروي وتعتبر هذه الوحدة من التعليم الأولي ضمن العديد من البنيات التعليمية المنشأة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم للدفع بالرأس مال البشري للأجيال الصعيدة ودعم الفرض منذ الطفولة وطيلة مصاري حياته هذه التعليم الأولي كيساهم في تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ العالم القروي وكيمكنهم أنهم يخذوا الأساسيات الأولى للتعليم بشأنهم يكونوا يتوجدوا التعليم الأولي التعليم الابتدائي البرنامج الرامي إلى ضمان تكافؤ الفرص فيلولوجي للتعليم على المستوى الإقليمي وتجويد المصاري الدراسي يتضمن أيضا إجراءات هادفة إلى المساهمة في تحسين الولوجة إلى الرعاية الصحية بالنسبة للأمهات والأطفال